يستعد أنصار الائتلاف الحكومي ومؤيدوء الإصلاح القضائي في إسرائيل للتظاهر اليوم ردا على أربعة أشهر من الاحتجاجات الواسعة ضد المشروع الحكومي المثير للجدل كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن المنظمين الذين تتزعمهم الجماعات الدينية والناشطون من المستوطنين يتطلعون إلى وصول عدد المتظاهرين إلى ما يزيد عن 250 ألف شخص في القدس سيتحدث خلال هذه الاحتجاجات أعضاء من مجلس الوزراء من بينهم مهندس ومشروع الإصلاح القضائي وزير العدل ووزير المالية ووزير الطاقة والبنية التحتية وتنضم إلينا من القدس مرسلتنا أحلام عثمان أهلا بك أحلام ما هي تفاصيل هذه التظاهرات؟ كان المفترض أنها بدأت قبل قليل تحدثين عنها نعم صحيح قبل قرابة النصف ساعة بدأت هذه المظاهرة بالقرب من الكنيسة الإسرائيلية في مدينة القدس هذه المظاهرة التي دعت إليها مختلف الحركات اليمينية منها حركات ام تيرتسو وكذلك حتى هنا هذه الحركات التي تصفها المعارضة الإسرائيلية بالحركات اليمينية المتطرفة إلى جانب كل هذه الحركات أيضا كانت هناك دعوات من قبل أعضاء الكنيسة الإسرائيلية وكذلك الوزراء في الاتلاف الحاكم ومن ضمنهم عراب خطة الإصلاحات القضائية ياريف ليفين إلى جانبه أيضا سمحا روتمن رئيس لجنة القانون والدستور ومن المفترض أن يشارك في هذه التظاهرات التي تجري تحت الشعار لن يسرقوا الانتخابات منها سوف يشارك فيها أيضا وزير المالية بيتسل إيلس موتريتش وإتمار بن كفير وزير الأمن القومي هذه المظاهرات التي من المفترض أن يصل إليها عشرات الألاف من مؤيدي الإتلاف الحاكم من مؤيدي خطة الإصلاحات القانونية والقضائية هم يريدون أن تستمر الحكومة لإتلاف الحاكم في خطة الإصلاحات وتنفيذها وعدم الاكتفاء فقط في هذه المفاوضات هم يريدون هذه الخطة كما هي لا يرغبون في الاستمرار في المفاوضات التي تجري في بيت الرئيس الإسرائيلي تسحاك هيرتسوك هذه المظاهرات يبدو على أنها تشهد انقصام فيما بين مؤيدي خطة الإصلاحات القضائية هناك بعض من الأحزاب التي تشكل الأحزاب اليمينية منها الأحزاب الحريدية أي اليمينية الدينية المتزمتة التي ترفض المشاركة في هذه التظاهرات على الرغم من أنها تريد بالفعل خطة الإصلاحات القانونية والقضائية ولكنها لا تريد أن تذهب في هذا المعترك في الشارع الإسرائيلي كي لا يكون هناك تصادم بين الشرائح المجتمع اليهودي داخل إسرائيل أحلام مع عثمان مراسلتنا من القدس شكرا لك